شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توقيع اتفاقية بين شركة سعودية للصناعات العسكرية وشركة بيونغ عملاق صناعة الطائرات العالمية في مدينة سياتل الأمريكية جاء ذلك خلال تفقد بن سلمان مصانع بيونغ في سياتل حيث تهدف الاتفاقية إلى توطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة إضافة إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الإمداد لقطع الغيار داخل المملكة وإعلان توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030